موسيقى أصلا الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى برنامج من الجزائر برنامج من الجزائر الذي نعالج فيه مسجدات الساحة الوطنية والدولية موضوع اليوم سيكون وطني وبمناسبة افتتاح المعرض الانتاج الوطني حيث افتتح صباحة اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تفون معرض الانتاج الوطني بقصر المعارض صفكس في طبعته الثلاثين بقصر المعارض كما قلت والذي سيدوم إلى غاية 24 ديسمبر الجريم بمشاركة أزيدة من 600 عارض يمثلون مؤسسة عمومية وخاصة في مختلف القطاعات طبعا شعار هذا المعرض الانتاج هو نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح اذا هذا الموضوع سنحاول مناقشته ورفقة طيوفي يحضر معي سيد يوسف ميلي رئيس مهنتدى الاستثمار وتطوير المؤسسة مرحبا سيد يوسف ايضا اسعد باستضافة سيد الدكتور احمد زيد عضو في المنظمة الجزائرية لحماية ارشد المستهلكم مرحبا سيد اول مرة تحضر البلاتو شرف لينا شكرا لك على حضرك معنا اذا نبدأ النقاش في موضوع اليوم كما قلنا افتتاح معرض الانتاج الوطني نبدأ بك سيد يوسف ميلي شعار هذا المعرض هو نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح ما رأيك في هذا الشعار الذي اختيره لهذا طبعا نسرو نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عاش المرسلين اعتقد انه هذا هو المطلوب يعني في المرحلة هذه المرحلة انه ربما الجميع مدرك انه يجب ان تتكت في الجهود والجميع مدرك او يعرف الاشكالية وين مطروحة والمشكلة وين مطروح وربما هذا ربما استجابة للمطالب التي يتقدم بها ولا تقدم بها المتعملين الاقتصاديين ونتيجة ربما الشكاوي العديدة ونتيجة ربما الظروف الصعبة التي ربما كانوا يعيشونها متعملين اقتصاديين وخاصة في الجانب الصناعي اذا كيف ترى ممكن هذا المعرض يعني معرض الانتاج الجزائري هو يكون طبعا هناك ثلاثين طبعة حسب اليوم وصلنا لطبع الثالثين كيف ترى ممكن الانتاج الوطني بصفة عام مقبل من دخله في النقاش في نقاط اخرى هو في الحقيقة هذا معرض له لم يعقد لأول مرة هذا ربما ثلاث طبعة هو معرض مهم ببعا ثلاثين طبعة وهو يعني معرض مهم بالنسبة الاقتصاد الجزائري ومهم لأي متعمل اقتصادي هذا يعني المعرض هذا عنده دور كبير لأي مؤسسة خاصة أي مؤسسة طموحة أي مؤسسة تبحث عن آفاق أي مؤسسة تبحث عن المستقبل واحد فأنها مشاركة في مثل هذا المعار تعود دائما الفائدة الأمر الثاني يجب أن لا نقلل ربما من الجهود لمنتوج الجزائري ولا لجهود الاقتصاد الجزائري صح التعبير لأنه الحمد لله يعني لو نقارن مثلا بصفة عامة للاقتصاد الجزائري وخاصة في جانبه الانتاج الحمد لله يعني رأنا ربما إن تكلمنا وتحدثنا على مستوى الافريقي ربما رأنا في الأوائل دول وبالتالي فقط نحتاج إلى ربما جهود أكثر ونحتاج إلى ربما مراجعات أكثر خاصة في الجانب الشريعي والجانب الإداري لأنه اليوم الإشكالية رقم واحد لمطروح اليوم أمام الاقتصاد الوطني وهي قضية البيروقراطية التي يعني منها كل المتعاملين الاقتصاديين ودائما ربما هذا الثقل البيروقراطية هو الذي يعرق لليوم وهو الذي ربما اليوم لا يحفز الكثير من المتعامل الاقتصاديين للاندماج في قضية الانتاج نعم ورح سيد ميلي سيد أحمد زيد اليوم شاهدنا هذا المعرض معرض لانتاج الوطني تم افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد مجد تبون هذا ممكن يؤكد أو يعني يدل على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للانتاج الوطني الجزائري يعني رئيس الجمهورية يقوم بنفسه بافتتاح هذا المعرض ويقوم بزيارة عدد من الأجنحة في المعرض عدد من مؤسسات سواء وطنية والخاصة إذن ممكن لو نتحدث على هذا الواقع واقع ممكن لانتاج الوطني كيف تراه ممكن تقييمك لهذا الانتاج الوطني تم بداية بسم الله مراهيم شكرا لك أخي اسماعيل على الدعوة الكريم وعلى هذا الموضوع القيم والذي هو موضوع الساعة حاليا خاصة ونحن الآن نحو أمام الطبعة الثلاثين لمعرض الانتاج الجزائري والانتاج الوطني مجرد عندما نتحدث عن زيارة سيدة رئيس الجمهورية إلى هذا الصالون هو تأكيد على أهمية هذا الموضوع أهمية هذا الانتاج فيما يتعلق بالعملية الاقتصادية ككل عندما نتحدث عن منتوج الوطني هي عملية متكاملة أحد عناصرها أو من عناصرها الرئيسية المتعامل الاقتصادي والمستهلك لكي نكون أمام منتوج وطني بل أن الاستفادة هي متقاسمة بين المتعامل الاقتصادي والمستهلك فالمتعامل الاقتصادي يعني من هدفه أو من صالحه أن يرى هناك سوق جزائرية ممتازة يقوم بتقديم من خلالها منتوجه الجزائري الكامل كما نقول المنتوج جزائري 100% في هذا السوق الجزائري والمستهلك بطبيعة الحال يبحث عن إشباع رغباته من خلال منتوجه الوطني الكامل المواصفات أو الخارع لكامفة المعايير سواء متعلقة بالأسعار أو بالجودة لكي يصل ما المتعامل الاقتصادي إلى ما يسمى بمصداقية المنتوج الوطني أو الحصول على الثقة الكاملة في منتوجه الوطني وبطبيعة الحال هذا الأمر يعني يتطلب معايير اقتصادية معايير سياسية معايير قانونية وكذلك معايير إدارية موضح سيد أحمد سيد يوش ميلي أيضا من خلال يعني كما تحدثنا على زيارة أو افتتاح هذا الصالون من قبل رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية زار العديد من أجنحة بداية من جناح طبعا الصناعات العسكرية ثم زار عددا من المؤسسات العمومية سونطراك وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة حتى أيضا زارها في المعرض حث أيضا على ضرورة استحداث مناصب الشغل وحث على نقطة أساسية على ضرورة الوصول في نسبة الإدماج إلى 50% ممكن هذا المنتوج الوطني الذي يبحث عنه مساعي الحكومة من خلال شهدناها من خلال مثلا على سبيل المثال في صناعات ميكانيكية هناك توجه هناك قرارات مهمة في ضرورة رفع نسبة الإدماج في هذه الصناعات في الحقيقة لما تكلموا اليوم على الصناعة في حدتها الصناعة ليست قرارات إدارية اليوم مصدروا قرار إذا نفذها كله الصناعة هي في حدتها مجهود متكامل بين مختلف ربما المدخلات التي تدخل في هذه الصناعة من ناحية أول شيء من ناحية وجود السوق لأنه إذا كان ليست لديك سوق فأنيك لا تستطيع عنده تطور أي منتوج الأمر الثاني أنه الخبرة هي تأتي ربما عن تراكم سنوات والخبرة لا تأتي في سنة أو في سنتين بل هي تراكم سنوات لما تكلموا ربما اليوم عن الإنتاج الوطني وخاصة في الصناعات الميكانيكية نحن في سنوات الثمانينات كانت الجزائر لو نقارن بين الصناعة الجزائرية والصناعة الكورية الجنوبية كانت الجزائر متفوقة كثيرا على الصناعة في كورية الجنوبية لكن بعد ربما 30 سنة أو 40 سنة أين الصناع الجزائري وأين الصناع الكورية نجد اليوم ربما الصناع الكورية ربما سانسونج رح تحدث ربما على 300 مليار دولار كرقم أعمال يعني هذا ربما رح تحدث دولة يعني رح تحدث دولة في حين الأسف يوم بالأمس كان عندنا صناعات ميكانيكية قوية جدا وصناعات متعددة لما تكلموا اليوم عن الإنتاج الوطني يجب أن ننظر بنظرة السيئة المنتج المنتج المربمة الإنتاج الوطني استطعنا نصنع الشحينات استطعنا نصنع الحافلات استطعنا نصنع ألة الأشغال العمومية بمختلف أشكالها ألة العتد الفلاحي الجرارات الحصادات يعني وصلنا إلى درجة أنه كانت لدينا بالفعل صناعة ميكانيكية قوية جدا لكن للأسف بعد سنوات التسعينات وما حدث مع قضية صندوق النق الدولي تم القضاء على هذه الصناعة ورغم ذلك بقية الخبرة الخبرة البشرية ونلاحظ ربما في كثير من المناطق ربما تلك الخبرة البشرية خرجت من القطاع العام وذهبت إلى القطاع الخاص وأستطعت بعض الخبرة أنها تنشئ نجاحات رغم أن كل الظروف التي عشناها في العشرين سنة الماضية من قضية موجة الأنبور قضت على ما تبقى من ربما الصناعات الثقيلة وزعزعت الصناعات الخفيفة القليل منها ربما بقي ثابتاً ولاحظناها في كثير من الأشيار ربما في قضية الصناعة الأحذية التي كانت مثلاً في الندية أو تلمسان كادت أن تنقارض يعني لولا حب بعض المصنعين لهذه المهنة ربما رهن اللي كانت المهنة هذه اللي عندها ربما عندها عندها 200 و 300 سنة وبالتالي نعتقد أنه اليوم إذا كان بالفعل نريد أن نعطي النظرة في قضية سياسة استراتيجية حقيقية لبعث الصناعة يجب أن ننظر ليس بعقلية القرارات دائماً بعقلية القرارات دائماً لا تعطيك النتيجة بقيد ما تكون هي دراسات حقيقية وتكون هناك عوامل تشجيع لهذه الصناعات نعم سيد ميليب طبعاً واضحة هذه الفكرة لو نتحدث على ممكن هذه القطاعات إذا كان ما هي القطاع الأبرز ممكن لازم الجزائر تستثمر فيه خاصة أنه لو نشوفه في هذا الظرف الراهن هناك حديث كثير على يعني ضرورة تحقيق الأمن الغذائي هل ترى أنه الصناعات الغذائية ممكن تعتبر أولوية في هذا الظرف أم أنه كل القطاعات يعني عندها يعني نقوله عندها أهمية بالغة في هذا طبعاً في هذا الظرف طبعاً نشوفه يا أسماعيل يعني بطبيعة الحال كافة القطاعات لديها دور بارز في مجال معين وفي زاوية معينة لكن عندما تحدث عن القطاعات التي تهم المستهلك الجزائر من وجهة نظرنا كمنظمة حماية المستهلك أو تهم السوق الجزائرية عندما تحدث عن منتجات الغذائية بالمقارنة عندما تحدث عن المنتجات واسعة لاستهلاك أو ما هو جزء منها كبير ما هو مقنن أو خاضع لنوع من أنواع التقنين سواء بالتسقيف أو بتحديد سحر المنتج أو ثمن المنتج فنتحدث عن منتجات غذائية كذلك يجب أن لا نهمل بطبيعة الحال المنتجات الفلاحية ودور الجزائر في مجال الفلاحة عندما نتحدث عن تطور بارز في الخمس سنوات أو العشر سنوات الماضية واليوم فنحن أمام تطور بارز بما يتعلق فيه المنتجات الفلاحية وأهمية المنتجات الفلاحية يعني رأينا أن السوق الجزائرية أو ما ينتج جزائرياً في مجال الفلاحة يمكن أن يكون يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق الجزائرية هل يحقق حالياً؟ حالياً نحن أمام يعني في طريق إلى وصول إلى منتج جزائري مئة في المئة نحن كما نرغم حماية المستلك نحن نسعى إلى الوصول إلى تلك المرحلة أو تلك النقطة والتي هو التحقيق لازلنا نستورد حالياً منتجات الفلاحية؟ حالياً استيراد يعني لاحظة الجميع يعني مؤخراً من قرارات سواء على المستوى المركزي أو حتى على المستوى المحلي بمنع الاستيراد خاصة ما يمكن أن ينتج محلياً وهذا في سبيل تعزيز المنتوج الوطني يمكن أن تكون بعض هذه القرارات قد أثرت على السوق الجزائري لكن كانت الرؤية أو الرؤية المحتملة والمرجوبة من هذه القرارات وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الوطني الجزائري ولما لا أن يكون في مجال التصدير لهذا المنتوج الوطني لكن نحن هنا نتحدث عن رؤية متوسطة للمدى لا نقول بعيدة للمدى نأملها نحن كمنظمة للحماية المستهلك نأمل الوصول إلى تلك الرؤية في القريب العاجل وليس في المتوسط ولا حتى في البعيد لماذا؟ لأن كما تحدث المنتوج الوطني هو يعود بالفائدة على المتعامل الاقتصادي كما يعود بالفائدة على المستهلك يعني هناك مؤخراً قد رأينا العديد من التسهيلات التي قدمتها الحكومة يمكن تحدثنا في الكواليس مع الأستاذ الفاضل حول وجود إرادة سياسية حقيقية وواقعة وتترجم حالياً في تواجد السيد الرئيس الجمهورية في طبع الثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري هناك إرادة سياسية موجودة لكن يجب أن تتبع هذه الإرادة السياسية إرادة تشريعية وإرادة تنظيمية من طرف الحكومة لتجسيد هذه القرارات وتجسيد هذه الإرادة في أرض الواقع هناك يعني لا يمكن أن نغض البصر عن بعض العوائق في مجال إداري وفي مجال القانوني التي لا تزال حالياً موجودة لكن هذا الأمر يعني حسب الرؤية الموجودة حالياً وحسب الإرادة السياسية يعني ذاهبون إلى زوال هذه العوائق رغم أنه يعني تحتاج إلى تحتاج إلى وقت نوعاً ما لكن يعني كجمعية حماية المستالق وكم منظمة حماية المستالق نحن نقف جنباً إلى جنب مع المتعامل الإقتصادي ومع المستثمر فيما يتعلق بتحقيق منتوج جزائري 100% ومنتوج وطني 100% يلبي احتياجات المستنق الجزائري بماذا يعني يلبي وفق معايير معينة وفق جودة ومعايير وأسعار المنتوج الأجنبي ولما لا أقل سعراً وأفضل جودة وضح سيد أحمد زيد في نفس النقطة ممكن سيد ميلي هل ترى أنه يجب أن نركز على قطاعات معينة في الجزائر القطاعات التي يمكن أن نطورها أكثر يمكن أن نسيطر فيها أو نحقق فيها ممكن اكتفاء ونصل إلى تصدير يعني مهم جداً وفي هذه النقطة يعني حث رئيس الجمهوري على ضرورة تصدير المنتوج الجزائري إلى الخارج هل ترى أنه يجب أن نركز ممكن على قطاعات بدل ممكن تركيز على قطاعات قد تشتت هنا عن قطاعات أخرى أم يعني الاهتمام سيكون واسع لأن الجزائر عندها إمكانية أنها تبدع أو تطور أي منتوج كان ممكن هو في الحقيقة في العادة أنه الاقتصاد يطور نفسه يعني السوق هو اللي يطور نفسه مش معاًا السوق يطور نفسه يعني الحاجة المطلوبة في السوق هي اللي تطلب للاستثمار يعني حسب الطلب حسب الطلب وحسب الحاجة إن صح تعبير حسب الحاجة هنا إذا نتكلم ربما اليوم على الإمكانيات لإقتصاد الجزائري أنه اليوم ربما نتكلم ربما على اقتصاد يعني إن صح تعبير اقتصاد تقليدي يعني ما نتكلمش اليوم على اقتصاد متطور واقتصاد تكنولوجيا المتطورة لأنه هذه هي الإشكالية إحنا إذا كان اليوم نتكلم على دور الحكومة دور الحكومة والشيء تعطي عناية كبيرة للتكنولوجيا المتقدمة لأن التكنولوجيا المتقدمة تطلب استثمارات كبيرة وتطلب مساهمة الدولة ودعم الدولة يعني الدعم مش فقط قضية أموال لكن الدعم في حد ذاته لما أي مستثمر اليوم في هذا الجنب التكنولوجية العالية يشعر أن هناك مرافقة للدولة وتشجيع من طرف الدولة ومن طرف الحكومة فبالتأكيد يستطيع أي مستثمر أن يمشي في هذا الطريق لكن في المقابل ربما الإشكالية اليوم ما تروحها ربما في قضية هي أولوية الاهتمام بالقطاع العام أم بالقطاع الخاص صحيح ربما نلاحظ في الخطاب الرسمي دائما العناية تعطي للقطاع العام بالفعل يعني ربما القطاع العام معروف أنه يشكل ربما نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت أنه يمتص عدد كبير ربما من المنص بالشغل لكن في المقابل يجب أن نعرف بلا الاقتصاد للشركات العامة ولا للقطاع العام لا يعطي الثماره بسرعة يعني القطاع العام لو دعمه لا تنتظر منه النتيجة بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة فلا غالب أنه نتيجة القطاع العام تأتي بعد خمس سنوات لكن في حين يتم دعم القطاع الخاص في السنة الأولى مباشرة يعطي الثمار وبالتالي النتيجة التي سوف نحققها في دعم القطاع الخاص تكون ثمار سريعة وتكون ربما نتيجة نستطيع لماذا هذا ممكن الاختلاف؟ لماذا؟ لماذا لأنه بالفعل هذا هو السؤال المهم القطاع العام هو يخضع إلى بيروقراتية طبيعية يعني بيروقراتية لأنه ملك للدولة الجزائرية وطبيعا أنه ربما حتى التلاتوبية في المسئولية هذه دائما تكون القرارات ثقيلة جدا وليست سريعة في حين القطاع الخاص وتكون الساعة في القطاع العام هي ساعة إدارية أما في القطاع الخاص فهو قطاع سريع يتفاعل مباشرة مع المتغيرات بسرعة ويصدر القرارات وفق المتغيرات بسرعة ويتعامل مع الساعة الاستثمارية حتى ينتم كثيرا بالجانب الربحي يعني الجانب الفائدة بتأكيد لأنه هذا هو أساسي إذا ما كانش أي حاجة ما كانش فيها ربح لما نسميهاش اقتصاد الاقتصاد أصلا فلسفة الاقتصاد هي مبنية على الربح لما يسميه بنيه على العمل الخيري يعني الجانب الاقتصادي وبالتالي لما ربما نلاح له أنه الكثير لما الناس نهتموا بالربح شي طبيعي يعني هو الربح لأنه هو أساس وجود الاقتصاد هو الربح لكما ما يكونش الربح في الاقتصاد ما كانش اقتصاد حتى من جانب أهمية يعني الجانب الربحي أهمية الوقت يعني في وبالتأكيد وبالتأكيد وربما القطاع العام هو يراعي شيء عين يراعي استراتيجية الدولة وإحتياجات الدولة وفي نفس الوقت يراعي الجانب الربحي لأنه القطاع العام لو كان ما يكونش فيه الجانب الربحي ربما هو قطاع ربما يتحول إلى عبء على الدولة ويتحول إلى مشاكل والعب يتحول إلى مشاكل وربما هاللمشاكل تؤثر على النسيج الاقتصادي بالسفاة عامة نعم أعتقد أنه في المرحلة هذه ربما حان الوقت أنه نتصالح مع مفهوم القطاع الخاص لا ننظر إلى القطاع الخاص مثلها ربما الأسف الصورة السيئة التي أعطيت له في السنوات الماضية من خلال منجموعة من الأشخاص الذين استغلوا الإمكانية الدولة وحاولوا أنهم يسيطروا على هذا الاقتصاد وحولوه ربما إلى ملكية خاصة نعم وضح سيد يوسف ميلي سيد أحمد زيد أيضا من أهم تصريحات رئيس الجمهورية خلال افتتاحه لمعرض الانتاج الوطني اليوم تحدث على ضرورة صناعة حقيقية في مادة الزيت وتحدث وعادة ممكن أن تكون في الشهر أبريل القادم تكون هناك صناعة حقيقية في هذا المجال مجال صناعة الزيت زيت الماء هذا شغل شاغل للمواطن بسفتكم جمعية حماية المستهلك يعني شفنا كثير من مشاكل وأزمات في هذا الموضوع خاصة مادة الزيت في وقت سابق هل ترى أنه هناك ممكن إيرادة قوية لحل هذا المشكل نهائيا أن لا يعود تماما في ظل ممكن هذا التصريح تصريح كما قلنا حول وجود صناعة حقيقية مطلع شهر أبريل القادم إن شاء الله يعني بطبيعة الحالة نعلم والمستهلك والمشاهد الكريم يعلم بأن مادة الزيت هي مادة رئيسية على المائدة الجزائرية وحتى مادة أساسية في أي طاولات جزائرية أو مائدة جزائرية في مختلف المجالات لكن عندما تحدث مؤخرا ما شاهده المستهلك الجزائري من نقص لهذه المادة أو ما يروج لأنه هناك نقص لهذه المادة وهو يعكس ما يتم إنتاجه من طرف المصانع أو ما يتم إنتاجه في كمنتوج وطني كمنظمة لحماية المستهلك نرى بأن هذه المادة باعتبارها من بين المواد واسعة الاستهلاك ومن بين الاستهلاع المقننة كذلك في قانون الحماية المستهلك وكذلك القوانين ذات الصلة والعلاقة فلح نرى بأن نعمل بأن هذه الرؤية تتحقق بإذن الله يعني أن يكون هناك في مطلع أفريل القادم نحو وجود صناعة حقيقية لمادة الزيت فهذا سوف يعني يحافظ على رتم المستهلك الجزائري في استهلاك هذه المادة وعدم الاندفاع نحو شراء كمية كبيرة وكما شاهده المستهلك الجزائري مؤخرا وما يعني تماشى مع قانون المضاربة هنا وجدنا كثير من التجار أو ما يمكن تسميتهم حتى بأشباه التجار أين قاموا بوضع كميات كبيرة من أجل المضاربة ورفع أسعار هذه المادة عندما نكون أمام صناعة حقيقية كاملة جزائرية وتلبي الواقع الجزائري وتلبي الاحتياجات كما تفضل الأستاذ من الفاضل أن العملية الاقتصادية تنبع من فكرة الحاجة أو الاقتصاد يطور من فكرة الحاجة فنحن الآن أمام مجموعة من العواق سوى تحدثنا عن مجمل المواد التي يستهلكها المستهلك الجزائري أو تحدثنا عن مادة الزيت بحد ذاتها خصوصاً أنها تعتبر أهم مادة على مادة المستهلك الجزائري فنحن نأمل بأن نكون في مطلع أغريل وفق تصريحة السيد الرئيس الجمهورية هل ترى أنه الوقت كافي ممكن للوصول إلى هذا الوقت؟ لما لا؟ لما لا؟ يعني هناك هي فكرة لمشروع يعني يتمنى المستهلك الجزائري والمعويقات يمكن إزالتها بسهولة إذا كانت هناك إرادة يتبعها تنصيق ما بين كافة القطاعات وخاصة الإدارات خصوصاً أن نتحدث على إشكالات تتعلق بالإدارة وتطبيق الإرادة أو تطبيق القانون وتنظيم في حد ذاته نعم واضح سيد أحمد زيد ممكن في نفس النقطة سيد ميلي على مادة الزيت يعني سيد الرئيس الجمهورية تحدث على ضرورة الوصول إلى صناعة حقيقية في هذه المادة وتكون من الحقل إلى السوق يعني هذا هو الهدف ممكن في الوصول إلى صناعة حقيقية في زيت الماء إذا هل ترى أنه يمكن أو لنقول ممكن سؤال آخر لماذا لم نصل إلى هذه الصناعة الحقيقية في مادة الزيت ما الذي منع ممكن جزائر أن تكون رائدة في هذه الصناعة هل هناك ممكن عوائق سواء طبيعية أم هناك أمور أخرى أو عدم الاهتمام بهذا الجانب ترك هذا المجال يعني نكونوا متأخرين فيه طبيعي في أي اقتصاد وفي أي دولة لما تكون دولة أي مادة مدعمة من طرف الدولة دائما تطرح فيها إشكاليات كبيرة ودائما تحدث فيها مثل هذه الهزات وهذه المشاكل يعني هذا شيء طبيعي لو تقرر الحكومة أنها ترفع الدعم على الزيت وتوجه ذلك الدعم إلى الشعب الجزائري والعائلات الجزائري بطريقة أخرى فأعتقد أن الحكومة سوف تنتهي من هذا الصداع وأعتقد أن الحكومة بالعكس سوف نارع مستثمرين كبار ولا مستثمرين عديدين في مادة الزيت لأنه دائما هذه المفروعة السبب للمشكلة الإشكالية الكبيرة سواء بالنسبة لمدة الزيت أو مدة الحليب دائما هي قضية الدعم مدام قضية الدعم لم يفصل فيها ودائما لأنه قضية الدعم للأسف يعني هل يجب أن نستغني عن سياسة دعم في هذه المادة؟ لا يستغني عن سياسة الدعم بالعكس بالإعادة النظرة إعادة النظرة في سياسة الدعم وهذه الإشكالية كيف يعني تكون؟ لأنه مثلا ما تكلموا عن الحليب أو أعلى الزيت أو الحليب اليوم أي مستثمر لو يريد أن يستثمر في إنتاج الحليب فإنه لا يستطيع لماذا لا يستطيع؟ لأنه مستحيل أي منتج يقدري نفس الدولة لأنها الدولة تبيع الحليب بـ 25 دينار في حين أنه التكلفة لليتر الحليب ربما التكلفة قد تصل إلى 45 أو أكثر ربما تصل حتى إلى 60 دينار هذه نتكلم عن التكلفة فقط وبالتالي فإنه لا يستطيع أي مستثمر أنه ينافس الدولة لأنها الدولة ستبيع بـ 25 دينار الإشكالية ربما المطروح أنه لو يوعد النظر في قضية الدعم يعني تنظر وتوزيع الدعم بطريقة أخرى لأنه الدعم يعني نروح للممكن دعم موجهة ربما الدعم الغير مباشر هذا الدعم الغير مباشر ينحر سعر الحليب أو سعر الزيت في مقابل أنه هذا الدعم يوجه إلى العائلات الجزائرية لا أقول للعائلات المحتاجة بالهذا الدعم في الأساس في الأساس الدولة الجزائرية هو موجه لكل عائلات الجزائرية لأنه ربما حتى الموظف لو اليوم نحيول الدعم الموظف ربما ليأخذ 40 ألف و50 ألف دينار زي لو نحيول الدعم الحليب وربما دعم الزيت فإنه ربما الراتب التعوس هو فيختل والميزانية التعوس يختل وبالتالي نعتقد أنه إعادة النظر في قضية الدعم هو الذي سوف يشجع إنتاج هذه المواد وربما يعطي فرصة أكثر للاستثمارات كبيرة في هذه المواد نحن اليوم نحتاج إلى قرارات شجاعة دائما أقول أنه نحتاج إلى قرارات شجاعة والمشاكل الكبرى في الاقتصاد في أي اقتصاد ونحظنا حتى ذلك في التجربة الروسية لما جاء الرئيس بوتين إلى سدة الحكم اتخذ قرارات شجاعة جدا وقرارات مؤلمة استطاع أنه يسحب ربما ينزع الاقتصاد الروسي من أيدي الأوليغرشية اليوم نحن في الجزائر محتاجين إلى قرارات شجاعة من الحكومة ولا من جهة الوصية في هذا الجانب وهذه التي سوف تغلق علينا أو ننتهي من هذه المشكلة التي صدعت رؤوسنا نعم وضح الفكرة لأنه خلاص الوقت رحنا ونرجع ممكن نواصل في الجزء الثاني هذه النقطة أيضا نقطة ممكن الزيت وتحدث أيضا رأي ستبون على مادة السكر أيضا اللي هي أيضا مهمة في هذه الصناعات مشاهدين الكرام سنواصل الحديث حول معرض الانتاج الوطني لكن بعد الفاصيل مساء الخير مشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى نواصل فيها برنامج من الجزائر والذي نناقش فيه موضوع المعرض أو معرض الانتاج الوطني الذي تم افتتاحه صباحة اليوم من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة ضيوفي سيد يوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات وأيضا السيد أحمد زيد عوض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مرحبا بكم مرة أخرى ممكن نواصل نقاش في النقطة التي توقفنا عليها في الجزء الأول كنا نتحدثنا على مدى الزيت ممكن عندك تعقيب على مقدة يعني يعني كإضافة أو كتوضيح لما تفضل للأستاذ الفاضل أنه عندما تعلق في الموضوع أنه يتعلق الأمر بموضوع الدعم وتوجيه الدعم يمكن عندما يتفضل الأستاذ بأنه يجب توجيه الدعم لكافة العائلات الجزائرية لكن وجهة المنظمة أو رؤية المنظمة هي من جهة أخرى فيجب توجيه الدعم للفئات المحتاجة أو العائلات الجزائرية دون مثلاً، عندما تعلق الأمر في مادة الحليب دون مثلاً الفنادق دون المقاهي فعندما تحدث عن أن الحليب هو مادة أساسية للعائلة الجزائرية وليست للاستعمال التجاري وهذا ما يعني يعني للاستهلاك استهلاك الشخصي أو الاستهلاك العائلي وليس للاستهلاك التجاري يعني ما رأيناه مؤخراً وهو الذي أثر على سياس دعم فعلاً وهو توجيه كثير من هذه المواد سواء الزيت أو السكر أو حتى الحليب وهي تعتبر من المواد واسعة الاستهلاك وهي المواد الأساسية على المائدة الجزائرية ومن السلع المقننة تم توجيهها إلى استعمال التجاري مما أثر على استهلاكها أو اقتنائها من طرف المستاري وهنا نرى هناك خلل في سياسة الدعم في هذا الشق وفي هذا الجانب عندما الدعم مقرر لعائلة وفي المقابلة توجه إلى العمل التجاري فطبيعة الحال سوف يؤثر على نمط الاستهلاكي ونمط الاجتماعي للعائلة ويؤثر على نمط الاستهلاكي في السوق بصفة عامة من جهة أخرى يعني عندما تكلم الأستاذ الفاضل حول التوجه نحو القطاع العام وليس القطاع الخاص عندما تحدث عن دعم القطاع العام أكثر من دعم القطاع الخاص أو نظر إلى القطاع العام أكثر من القطاع الخاص عندما تحدث عن المواد واسعة الاستهلاك أو المواد التي يستهلكها المجتمع الجزائري بكثرة وهي المواد المطالقة للسكر والحليب والزيت وغيرها هي عبارة عن مواد مدعمة من طرف الدولة لذلك تحاول الدولة قدر الإمكان أن تقوم بتدعيم هذه السلاع وهذه المنتوجات للوقوف على اكتفاء ذاتي وهو أعتقد من بين الأمور التي دفعت سيدة رئيس الجمهورية مؤخرا إلى الإعلان أو التصريح للوصول إلى صناعة حقيقية للزيت وهو الذي يقصد بها مباشرة من الأرض الجزائرية أو من الفلاح الجزائري من الحق المباشرة إلى المصنع دون الحاجة إلى استيراد المادة الأولية من الخارج ودفع مبالغ كبيرة كما تفضل الأستاذنا أن إنتاج مادة الحليب أو الزيت قال بأن تكلف في تكلفة الإنتاج واحدة إلى 60 دينار مادة الحليب في حين تباع في الأسواق بمبلغ 25 دينار لكي لا تكفل الدولة وتتكلف مبلغ عالي جداً في الإنتاج مقابل بيعها في مبلغ أقل سوف يكون ذلك من الحقل إلى المصنع أو المنتج مباشرة مخفف يعني مخفف بطبيعة الحال للوصول إلى إنتاج حقيقي أعتقد أن من وجهة نظرنا أن الإنتاج الحقيقي المقصود في هذه الرؤية وفي هذا التوجه هو تخفيف فاتورة استيراد المادة الأولية وتخفيف العبئ على المستهلك وكذلك الوصول إلى خط متوازمة بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي في هذه المواد نعم واضح سيد أحمد زيد ممكن رئيس الجمهورية أيضاً تحدث على أو حثى المستثمرين على إنتاج مادة السكر وحثى في هذه المادة على حرية التصدير إلى إفريقيا ممكن رأيك سيد دميلي في هذه النقطة حول مادة السكر ربما هذا تصريح مهم من لم أقول تصريح تاريخي لأن ربما هذا مادة السكر المرحلة معينا كانت ربما من الخطوط الأحمراء ونسجت عليها حكايات شعبية كثيرة وتحولت إلى حرب النجوم إلى غير ذلك أعتقد أن حديث سيد رئيس الجمهورية ربما هو تطمين للمستثمرين الجزائريين بصفة عامة وربما الجمهورية بصفة خاصة أن هناك اليوم كل المجالات مفتوحة ليس اليوم هناك من لديها رواق أخضر وهناك من ربما لا يستطيع أن يمشي في هذا الرواق الأخضر أصبح كل المتعامل الاقتصاديين سواسية أصبح أي متعامل اقتصادي يستطيع أن يقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني في اليتفضل ذهبت ربما هذه المعارك الوهورية التي نسجت سابقا وبالتالي نعتقد أن هذا مؤشر جد مهم أنه لما نتكلم اليوم على أنه قضية صناعة السكر أصبحت في الجزائر 2022 أو الجزائر 2022 هي قضية اقتصادية بحثة من يستطيع أن يستثمر فمرحبا به ومن لا يستطيع ربما أو من لا يمكنه ذلك فشي طبيعي وبالتالي نعتقد أنه ربما هذا دفع كبير للمتعامل الاقتصاديين أنهم يثيقوا في البيئة الاقتصادية للجزائر ممكن بالنسبة لإنتاج مادة السكر كيف طرع ممكن نسبة هذا الإنتاج على المساول الوطني لأنه فيه مواد أولية فيه كثير من ممكن هي قضية كلها هي قضية اقتصادية بحثة لا تتعلق بقرارات رغبة أو قرارات ربما سياسية إذا كان هناك فائدة تجنى من قضية إنتاج السكر فأكيد المتعامل الاقتصادي سوف يتجه من هذا الاتجاه يعني تكون الحرية للمستثمر الحرية للمستثمر شي طبيعي لأنه اليوم من تكلموا على السكر ربما من تكلموش ربما على لو نقارنوه مثلا اليوم بقضية مثلا القمح القمح لما تحرص الجزائر أن يكون عندها ربما أمن غذائي في هذا الجامب في جامب القمح أكثر من السكر لأنه ربما نعرفه باللي دائما المستثمر هو كما قلت دائما ينظر بالنظرية قضية الربح والخسارة إذا كان مشروع ليس فيها ربح فبالتأكيد هو مشروع خاسر وبالتأكيد لا يجلب مستثمرين ولا يجلب رأس أموال وليس هناك أي مستثمر يأخذ رأس أموال وهو يضعها في مشاريع فاشلة أعتقد أنه ربما الشق المهم في هذا التصريح أنه السيد رئيس الجمهورية شجع أي متعامل اقتصادي أنه لم تعد هناك خطوط حمراء في أي منتوج اقتصادي اليوم أو لا أي منتوج لذات الاستهلاك الوسع نعم وضح سيد يوسف ميلي سيد أحمد زيد ممكن من أهم القرارات أيضا التي جاءت اليوم من خلال ممكن افتتاح هذا المعرض من قبل الرئيس الجمهورية تحدث على ضرورة تقليص فاستيراد المنتوجات الكهرومنزلية وترقيتها محليا ممكن هذا القرار كيف تراه على ضرورة ممكن تخفيضها في الاستيراد هذه المواد الكهرومنزلية هل جزائر قادرة ممكن على صنيع هذه المواد محليا وممكن تلبية السوق الوطنية كامل من هذه المواد وحتى ممكن الوصول إلى تصدير المال نعم بطبيعة الحال اسمح لي رجوع قليلا فقط على فكرة تمادد السكر يعني أضيف إلى ما تفضل فيه الأستاذ أنه ليس فقط تطميني إلى المتعامل الاقتصادي بل هي أيضا تطميني للمستهلك الجزائري رغم أنه ما شاهدناه سابقا أو في أيام في أشهر سابقة من إشاعات على نظرة بعض المواد أثرت على نمط الاستهلاك المستهلك الجزائري لكن عندما يأتي قرار بسماح بالتصدير فهذا يفهم بطريقة أخرى بأن هناك يدينا اكتفاء وتوفر هذا المادة على المستوى الوطني وهناك فائض وزائد يرى سيدة رئيسة الجمهورية من خلال الكثير من التقارير من طرف وزارة تجارة أو من طرف المستثمرين إلى ضرورة تصدير هذا الفائض لكسب الربح أو لتنمية عجلة الاقتصاد في مطالق الجزائر أما فيما يتعلق بالمواد الكهر المنزلية فهي في ذات الصياق وفي ذات النمط يعني هي تشجيع المتعامل الاقتصادي وحفر المستهلك من جهة أخرى لاستعمال وشراء واقتناء المنتوج الجزائري للوصول إلى منتوج يلبي احتياجات المستهلك الجزائري كما هو الحال مع المنتوج الذي يتم استيراده من خارج يمكن نحن الآن لا نقف أمام منتوج كامل مواصفات وكامل الجودة كما هو الحال مع المنتوجات المستوردة لكنه هو قرار كما تفضل الأستاذ هناك قرارات شجاعية باتخاذها ولا يمكن أن نجني ثمارها الآن قد نجني ثمارها بعد عام أو عامين أو ثلاث أهوام أو ثلاث سنوات كحد متوسط كمدى متوسط لكنها قرارات شجاعة سوف يكون لها الأثر على المتعامل الاقتصادي كما هو الحال على المستارك عندما يقول وقف الاستيراد يعني هناك تأثير على حقوق المستهلك وحقه في الاختيار أو حقه في تلبيت احتياجاته لكن نحن اليوم هي دعوة وإلزام للمتعامل الاقتصادي بضرورة الاتفاة إلى رؤية المستهلك واحتياجات المستهلك ورغبات المستهلك في مجال معين ومطلق في مجال الأدوات الكهرومنزلية لتلبيت احتياجاته كما كان يرجوها من المنتوج الذي يتم استيراده فأنا رابع أنه يعني يجب أخذ هذه القرار على محمل الجد من حيث تلبيت احتياجات المستهلك ولا يجب أن يتعارض هذا القرار مع تلبيت احتياجات المستهلك وإشباع رغباته في توفض أكثر من منتوج في أكثر من جودة أو أكثر من معايير معينة لكي تلبى احتياجاته قرار آخر أيضا سيد يوسف ميلي أيضا من خلال هذا المعرض سيد رئيس الجمهورية يمنع منعا باتا يعني هذا القرار منعا باتا تصدير المواد الأولية في إنتاج البيترو كيميوية هذه الشعبة دعني أعلق على قضية كهرومنزيلية كهرومنزيلية نعم أنا أعتقد شخصيا أنه وقف استيراد أي شيء هو يضر بالجودة لماذا الجودة؟ لما اليوم مثلا نكون عندنا مثلا نأخذه على سبيل المثال في القطاع الكهرومنزيلي نأخذ مثلا التلفاز لما مثلا نأخذ التلفاز مثلا علامة مرموقة في العالم مثلا على سبيل المثال نقوله سامسونج لما سامسونج لمنعوها من دخول إلى الجزائر فالمنتج الجزائري والمنتوج الجزائري ليس لديه قدوة في الإنتاج يعني قدوة في الجودة عفوا ليس قدوة في الجودة لكن لما ندخل التلفاز سامسونج ونحط عليه تعريفة جمهوركية كبيرة تقدر حتى توصل حتى 100% ونحط هذا التلفاز هذا ربما بقيمة 150 ألف دينار جزائري فالمنتوج الجزائري يتحفز أنه يرتقي بالجودة باش يلحق لها السعر هذا وبالتالي هذا حتى مثلا بنفس الشيء مثلا ما يحدث فيه سباق الخمسالاف متر أو سباق الأرم لما يضعه لما يسمى بالأرم في السباق فذلك هو يشجعهم على أنهم يحطمون الأرقام القياسية وبالتالي وكان ما يكونش هذاك الأرنب في السباق فما يكونش هناك تنفس الشديد ويكون ربما ما يكونش التوقيت اللي ربما يبحث عليه الجميع وبالتالي نعتقد أنه الاستيراد أنا نتمنى فقط أنه يعادت نظر فيه يستورد لكن ترفع عليه المنتوج الأجنبي يرفع عليه تكون تعرف الجمهوركية كبيرة ولما لا مئة بالمئة لكن يبقى موجود في السوق وهو اللي يحفز الإنتاج الوطني أنه يرتقي الجودة تاوي ويرتقي بالجودة تاوي لأنه لو كان وقفه نهائيا للإستيراد ويبقى غير المنتوج الوطني فالمنتوج الوطني كده راح يتواجد لكن مداما لهذا المنتوج هذا لا يخضع إلى منافسة من طرف المنتوج الأجنبي فإنه يبقى دائما الجودة ضعيفة ويبقى دائما لأنه هو في النهاية راح يبيع يعني الشيء اللي يخرجوا راح يبيع وما يحبوش على الجودة لأنه الجودة رائبة هل أين رأيبا قرأته أنه هناك تشجيع يعني الإنتاج المحلي في هذا النقطة بالتأكيد يعني التشجيع لما نستور نسمع بالاستيراد لكن نرفع التعريفة الجمهوركية يعني لما يكون مثلا حتى بقرار المنع يمكن أن يشجح هو بقرار المنع لكن راح تحدث إشكالية أخرى راح يرتفع السعر الدعوة وتبقى الجودة التعوة وجودة ضعيفة وهذا الشيء لا لاحظناها لاحظناها فيه كثير من القطاعات يعني ربما أعتقد أنه الأستاذنا يقصد أنه يعني بقرار المنع يجب أن يتوافق يعني إذا رأينا أن قرار المنع يجب أن يكون قرار المنع سليم يجب أن يتوافق معه إلزامية المتعامل الإقتصادي الوطني بترقية جودة منتجاته وإلا سوف يكون على علم بأنه منتوجه هو المتواجد فقط في السوق وبالتالي لا يقوم بتطوير منتوجه إذا كتحدثت على أهمية إلزامية المتعامل الإقتصادي وحفظ المستهلك إلزامية المتعامل الإقتصادي على تطوير جودة المنتوج المتعامل المصنع هو دائما يعتمد في قضية العرض والطلب إذا كان كل ما ينتجه يباع بجودة بجودة ربما المتوسطة أو بجودة سيئة فإنه ليس مطلوب منه أن يبذل أموال أخرى وأن يبذل استثمارات أخرى ليرفع الجودة في ظل عدم موجود منافسة في ظل عدم موجود منافسة لكن في المقابل لو يكون مثلا منافسة ولو كان ربما منافسة من ناحية الجودة تكلم من ناحية الجودة لو كانت تكون منافسة هو يجبر المنتج الجزائري أو المصنع الجزائري يجبر أنه يقدم استثمارات أخرى ليه أنه الجودة الجودة ليست قرار قال هل نقرر أن البضاعة تكون عندها جودة أو لا الجودة متعلقة هي استثمارات هي استثمارات في المراقبة استثمارات في التكنولوجيا استثمارات في ألات جديدة لإنتاج هي استثمارات يعني لما تكلموا عن الجودة فأنتكلموا في مقابل أن هناك استثمارات أخرى وبالتالي أنا لما نكون منتج وكل ما أنتجه رغب أنه سيء ولا ربما نوعية ضعيفة أو نوعية متوسطة يباع فلماذا مطلوب مني أن أضيف أموال أخرى واستثمارات أخرى من أجل أن أرفع الجودة وبالتالي لكن في المقابل لو تكون منتج أجنبي جودة عالية وحتى وإن يكون سعر تاوي عالي جدا فهذا يحفزني أنا أني نرفع نستثمر استثمارات أخرى ولا استثمارات إضافية باش نرتفع بخير منتج تاوي ونوصل لتلك الجودة وضح الفكرة سيد يوسف ميلي في نقطة أخرى أيضا رئيس الجمهورية يحث على ضرورة تحقيق صناعة حقيقية ميكانيكية في الجانب الميكانيكي شفنا مؤخرا صدور دفتر الشروط خاصة تصنيع السيارات شفنا أيضا اتفاقيات التي وقعت مع شركة فيات الإيطالية في صناعة السيارات وممكن حتى انطلاق أشغال أو استئناف أشغال ممكن إنتاج مصنع يونضي أعتقد أيضا رونو كيف ترى ممكن هذا السوق يعني هو هذا النشاط الصناعة الميكانيكية في الجزائر بطبيعة الحال يعني يجب التأكيد وتركيز على هذا الجانب خاصة ما شاهدته الجزائر في سنوات سابقة من كثير من نقاط الفساد في هذا الجانب خاصة في مجال صناعة السيارات أو تركيب السيارات فكان لزامنا الآن على الحكومة وصد التنفيذية بصفة عامة ورئيس الجمهورية أن يأخذ هذا المجال في عين الاعتبار خاصة أن الجزائر تمتع بثروات طبيعية كبيرة تمتع في اقتصاد قوي مقارنتهم في إفريقيا إذا نقول أنها الأول إفريقيا فلماذا لا يكون لدينا اقتصاد في مجال الصناعات الميكانيكية خاصة الصناعة السيارات والحافلات بصفة عامة فلماذا لا يكون لدينا تركيز بهذا الجانب يعني هي خطوة رائعة نراها كجمعين لحماية المستهلك وخاصة أن الحكومة تتابع هذا الأمر خطوة بخطوة وما صدر مؤخرا من دفتر الشروط بعد طول انتظار لهذا الأمر فهو يعني دافع وحافز لتشجيع هذه الصناعة لما لها من مردود اقتصادي كبير ولما لها كذلك من مردود وفائدة للمستهلك الجزائري فهنا نعلم أن عمي استيراد السيارات من الخارج ما يدفع عليه المواطن الجزائري من تعريفات جمهوركية ورسوم وموال طائلة فلماذا لا يكون هذا الأمر متاح لديه ولديه في السوق الجزائرية بأسعار أقل وبدأ الجودة أو بجودة أفضل في نفس النقطة سيد يوسف ميلي يعني اليوم تأكيد واضح على ضرورة الذهاب نحو تحقيق صناعة حقيقية ميكانيكية برفع نسبة الإدماج كيف ترى ممكن ما هي إلى ماذا تبحث ماذا تبحث ممكن السلطات العليا بالوصول إليه بهذه الصناعة الميكانيكية هل ترى أنه هناك يعني بعد نظر طويل مدى إلى جعل الجزائر ممكن قطب قطب هام لصناعة هذه السيارات أو صناعات الميكانيكية بصفة عامة في إفريقيا هل ترى أنه هناك نظرة يعني لتوجه نحو السوق الإفريقية أعتقد حتى في اليوم حتى في صيغة الحديثة تانا أو في كلمتانا يجب أننا نتكلم على السوق الإفريقية وكأنها سوق ربما سوق بسيطة أو سوق سهلة أو سوق يعني نستطيع أنه نتعامل معها بالعكس اليوم العالم كله رأي مفتو على بعضها صحيح اليوم يعني رأي دول إفريقية كثيرة اليوم رأي تتطور لما نتكلموا على أثيوبيا لما نتكلموا على نيجيريا لما نتكلموا رأي هذه جنوب إفريقيا يعني رأي متطورة منذ مدة لكن اليوم ظهرت بعض الدول اليوم نتكلموا على رواندا اليوم نتكلموا على ساحل العاج يعني هذه الدول هذه ربما رأي اليوم رأي تشهد في ثورة صناعية كبيرة نحن لما نتكلموا على صناعة الميكانيكية في الجزائر صناعة الجزائر أصلا كانت معروفة بالصناعة الميكانيكية وقد سبقها وقد قلت ذلك أنه لدينا كل صناعة الميكانيكية ولدينا حتى الخبرة البشرية لما وصلنا نحن كجزائريين أنه صنعنا المحرك فلما صنعنا المحرك معنتها أنه نستطيع تصنع أي آلة لأنه أي آلة لأساس أو أي آلة متحركة الأساس وجودها هو المحرك للأسف يعني ربما قمنا بتحطيم هذا القطاع في التسعينات وأضفنا عليه بعد ذلك ما يسمى بموجة أمبور أمبور وربما لكن تبقى دائماً الخبرة البشرية ما زالت موجودة لما نتكلموا اليوم ربماً على صناعة الميكانيكية نتكلموا على شاحنة صناكوم اللي في يومي الأيام استطعت أن تحصل للمرتبة الأولى في جائزة في سباق باريس داكار لما نتكلموا ربما يعني إلى حد الآن ربما حتى للمنتجات الميكانيكية ولا تكلموا على الشاحنة الجزائرية مازلت متميزة في السوق صدرنا منها حتى للعراق وما زالت إلى اليوم في العراق ربما العراقيين يشهدوا بقوة الصناعة الجزائرية وبجوة الصناعة الجزائرية نحن فقط اليوم نحتاج إلى استراتيجية حقيقية من طرف الحكومة للأسف هذه الاستراتيجية في المرحلة هذه استراتيجية غائبة نلاحظ نوع من التخبط واختصرنا كل الصناعة الميكانيكية في صناعة السيارات اليوم ربما العالم كله إذا تكلم عن صناعة السيارات رابما أصبح تصنيع صناعة السيارات الكهربائية أصبح الحديث عن صناعة السيارات بالوقود التقليدي أصبح ربما حديث قديم اليوم رأي تطور كبير هو في الصناعة السيارات الكهربائية الكهربائية وبالتالي لما نختصره كل صناعات الميكانيكية في صناعة السيارات أعتقد أنه هذا إجحاف حق الاقتصاد الجزائري وإجحاف حق الإنسان الجزائري نعتقد أنه اليوم فقط مطلوبين أن تكون عندنا استراتيجية واضحة وأهم شيء في الاستراتيجية هي محاربة البيروقراتية لأنه أكبر عائق هناك ثلاث عوائق للاقتصاد اليوم ولا للصناع اليوم وهي رقم واحد هي البيروقراتية ورقم ثين هي البيروقراتية ورقم ثلاثة هي البيروقراطية وبالتالي إذا قدرنا أن نتخلص من هذا الجانب البيروقراطية وننظر إلى الصناعة الميكانيكية كنظرة اقتصادية بحتى أعتقد أن نستطيع أن نخلق ثورة صناعية كبيرة في الجزائر نعم واضح سيد يوسف ميلي في نقطة أيضا أخرى في زيارته لجناح مجمع صيدال تحدث على ضرورة رد الاعتبار لهذا المجمع مجمع صيدال في الصناعات الصيدالانية أو الصناعات الأدوية كيف ترى ممكن للجزائر اليوم يعني في مجال صناعات الأدوية هل لازلنا يعني بعيدون ممكن على وصول إلى صناعة حقيقية للأدوية أم طرح أنه مجمع صيدال عنده الإمكانيات الكافية باش يكون ممكن يعوض كل ممكن للمنتوجات التي تستورد في الخارج إذن إذا حدثنا بطبيعة الحال أنه لا يمكن يوقف على منتوج معين أو مجال معين بصفة عامة هناك بيئة وتربة خصبة للوصول إلى منتوج فعلي وحقيقي في مختلف المجالات وإذا تحدثنا عن مجال الصيدالاني فنعم يعني كما هو الحال مع المجال الصناعات الميكانيكية سابقاً كانت الجزائر في سنوات سابقة في مجال الصناعات الصيدالانية لديها دور بارز حول الأسواق حتى في أسواق في شرق آسيا ودول بمتوسط وحتى الدول الأوروبية كان لديها هناك مجال واسح مجال الصيدالانية لكن نظراً لعوائق عدة لخصها أستاذ الفاضل بثلاثة وهي البيروقراطية والبيروقراطية والبيروقراطية تراجعت هذه الصناعات الصيدالانية كما تراجعت في مختلف المجالات الأخرى يعني مجمع الصيدال بما تملكه الدولة حالياً وما تقدمه الدولة من مساعدات ودعم لمختلف المجالات الصناعية بما فيها الصناعات الصيدالانية وخاصة مؤخراً بوجود وزارة متخصصة في مجال الصناعات الصيدالانية والتركيز على هذا الجانب فهو التركيز من أجل الوصول إلى صناعة صيدالانية Anything من خلال ليس فقط التركيز على الاحتياجة الجزائري ومناتجة الصيدالانية بل النظر إلى تصدير هذه المنتجة الصيدالانية إلى الخارج ونظراً لأهمية هذه المنتجة الصيدالانية التي لا تقل درجة أهمية عن المنتجات الميكانيكية عن المنتجات الغذائية وغيرها نعم بوضع سيد أحمد زيد تشوفنا ممكن صناعة مؤخرة صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجزائر قامت بتصنيع هذا اللقاح على المستوى الوطني وكان وصلنا لأرقام مشجعة جدا في هذه النقطة كيف ترى ممكن هذا الواقع سيد من رأيك من وجهة نظرك سيد يوسف أنا أعتقد أنه أنا شخصيا متفائل بمستقبل الصناعة الدوائية في الجزائر خاصة بعد تعيين الصناعة الدوائية في الجزائر السيد علي عون على رأس الوزارة أعتقد أنه هناك فرصة كبيرة أنه الجزائر سوف تتحول إلى قطف صناعة الدوائية وأعتقد أنه ربما نجاحه بالأمس رغم الظروف التي تعرض له ونجاحه في فترة صعبة في فترة تحطيم القطاع العمومي ورغم ذلك استطاع أنه ينهل بمؤسسة سيدال ولا أقول شركة سيدال لأنها بالفعل مؤسسة وتعتبر مؤسسة سيدال ربما هي علامة فارقة أو علامة مميزة في وجهة الجزائر نعتقد أنه الصناعة الدوائية بإذن الله لديها مستقبل كبير ربما تحتاج إلى بعض الإجراءات الحاسمة ولبعض الإجراءات ربما التي ربما نسعى من خلال متابعة من نشاط سيد الوزير علي عون ربما هو يسعى إلى إعادة المياه إلى مجاريها وإعادة ربما تخليص هذا القطاع من بعض الشوائب التي شابته وبالتالي نعتقد أنه إذا كان استمر الوضع متفائلين جدا بأن الجزائر سوف تتحول إلى قطب في الصناعة الدوائية وخاصة أنه ربما العالم اليوم أصبح مفتوح حتى في هذا الجانب وأصبح غير محتكر مثل ما هو سابقا من بعض المخابر العالمية أصبح هناك ربما بنتيج ديمقراطية العلم اليوم وديمقراطية الخبرة العلمية أصبح ربما اليوم نستطيع أنه نقول أنه هناك مستقبل واعد للصناعة الدوائية رئيس الجمهورية تحدث على ضرورة رد الاعتبار لمجمع صيد من أي جانب يرد الاعتبار بتأكيد هذا لأنه ربما يعني من ممكن من كما قلوا المشاكل اللي يعاني منها يعني المجمع من قبل قطاع القطاع الدوائي في أي دولة هو قطاع استراتيجي جدا ولاحظنا ذلك في قضية أزمة كوفيد أو أزمة كورونا لاحظنا أن ربما قضية لقاح كورونا تحول إلى سلاح وتحول إلى مزايدات سياسية ولاحظنا حتى وسائل ضغط إلى غير ذلك وبالتالي نعتقد أنه لما يتكلم السيد رئيس الجمهورية ليست فقط صيدال لأنه نجح صيدال صيدال لا تستطيع أن تنجح وحدها بل ربما يجب أن يكون هناك مشروع حكومي يعني لكل القطاع الدوائي ونتمنى أن يكون لدينا صيدال في القطاع العمومي وصيدال في القطاع الخاص وتكون صيدال واحد وصيدال اثنين لأنه لما نعتمد فقط نعتفق صيدال مهما كانت قوة صيدال لكن لا تستطيع أنها تقوم بكل ما يطلب منها وبالتالي يجب أن تكون هناك استراتيجية للصناعة الدوائية تقودها صيدال نعم تكون قاطرة صيدال لكن في نفس الوقت نعطي فرصة للمستثمرين الآخرين وخاصة المستثمرين الخواص أنهم يقتدوا بصيدال وأنه تكون قاطرة صيدال هي التي وحرك قطعة الدوائي في الجزائر وضح سيد يوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات شكرا لحضرك معنا ومعلومات القيمة التي أفتنا بها في هذا المرنامج شكرا لك سيد يوسف ميلي أيضا شكرا لك سيد أحمد زيد عضو المنظمة الجزائري لحماية وإرشاد المستهلك ومؤقتين شكرا على حضرك معنا إن شاء الله ستكون مواعيد أخرى للحديث لأنه موضوع متشعب أيضا كثير ويحتاج حصص كثيرة ممكن للحديث حول الإنتاج الوطني أو الإنتاج الجزائري مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية برنامج اليوم من الجزائر نلقاكم إن شاء الله في برامج أخرى من الجزائر يوميا طبعا تابعونا على قناة الوطنية من أحد إلى الخميس لمعالجة مستجدات الصحة الوطنية والدولية إلى ذلكم الحين مشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة